ما يحدث في سوريا الآن يجب ألا نأخذه على مأخذ أننا نتابع أخبار دولة شقيقة كلا ما يجري في سوريا هو يؤثر قولا واحدا على الأمن القوم المصري بشكل مباشر التاريخ علمنا وصفحات التاريخ ما زالت تعلمنا أن مصر لم تطال لم تحتل لم يصل إليها عدو إلا من البوابة الشرقية وبعد سقوط دمشق بعد سقوط الشام كانت دائما بوابة مصر الشرقية مفتوحة أمام الأعداء أنبه الجميع وأذكر الجميع وأحاول أن أسترجع معكم التاريخ من خلال كل الحروب الماضية لم تأتي هذه الحروب لم تأتي هذه الجيوش والجحافل لتحتل مصر إلا من البوابة الشرقية